تحياتي للجميع معكو أبو ميلاد في فيديو جديد هذا الدرس السادس عشر من شرحي لبرنامج اللايت روم في هذا الفيديو سوف أتحدث عن كيفية تصوير فيديو أو عمل فيديو بطريقة تايم لابس أو تصوير بفاصل زمني وذلك عبر استعمال اللايت روم أولاً بشكل سريع ما هو تايم لابس أو تصوير بفاصل زمني هو عبارة عن تصوير عدة صور لمشهد بفاصل زمني تستطيع أن تحدد هذا الفاصل دعنا نقول مثلاً ثانية ثانيتين الأمر يتعلق ماذا تريد أن تصور وبعد تصوير مجموعة كبيرة من الصور على سبيل المثال ألف صورة تقوم بدمج هذه الصور اللي تحصل على فيديو واحد وباستعمال هذه الطريقة تستطيع أن تسرع بعض الأمور التي هي تتحرك ببط مثل الغيوم، الشمس، القمر وأيضاً الحصول على تأثيرات جداً جميلة فعملياً لتصوير تايم لابس تحتاج أولاً إلى حامل ثلاثي ثانياً تحتاج كابل خارجي للتحكم بطريقة التصوير بشكل عام إذا كان عندك كاميرا من نايكون هناك طريقة مدمجة في داخل أعدادات الكاميرا للتصوير بفاصل زمني مؤقت تحدثت عن هذا الأمر بشكل مفصل في أغلب الكاميرات التي قمت بعمل شريح لها في السابق من شركة نايكون فبنصحكم تشاهدوا فيديو مراجعتي الكامل لهذه الكاميرات وتعرفوا على طريقة التصوير بفاصل زمني إذا كنت تستخدم كاميرا من كانون فأنت بحاجة لجهاز خارجي أو كابل رموت خارجي لتحكم بالفاصل الزمني سوف أضع رابط في الأسفل لشراء هذا النوع من الأجهزة من موقع أمازون سر جهاز تقريبا 30 دولار فهو مناسب للجميع وعملية من خلال هذا الجهاز تستطيع أن تبرمج طريقة عمل الكاميرا أو طريقة تصوير الكاميرا تستطيع أن تحدد أن تصور الكاميرا مثلا صورة واحدة بعد فاصل زمني محدد يعني ثاني ثانيتين إلى آخره وأيضا تستطيع أن تحدد كم عدد الصور هل تريد أن تصور مئة صورة ألف صورة ألفين صورة طريقة تشغيل الجهاز جدا بسيطة فأنصحكم أن تشتروه أيضا هذا الجهاز يساعدك على تصوير إذا أردت أن تصور بتعرض طويل فهذا الجهاز جدا مناسب لهذه الأمور الأمر الثاني تحتاج لبريسيت خاصة بعمل فيديو في اللايتروم وأيضا سوف أضع رابط لتنزيل هذا الملف الخاص بالبريسيت الملف هو مضغوط أنصحكم أن تقوموا بتنزيل هذا الملف عندما تقوم بتنزيل الملف وهو مضغوط قم بفتح الملف سوف يكون في داخل الملف مجلد باسم LRP Timelapse طبعا هنا أستعمل Macintosh ولكن طبعا بالWindows سوف يكون عندك اسم هذا المجلد وعليك نسخ هذا المجلد إلى المجلد البريسيت في اللايتروم الطريقة جدا بسيطة طبعا إذا أنت تستعمل Windows عليك الذهاب إلى Edit من ثم تختار Preferences سوف تظهر لك هذه النافذة في الأعلى اختار Preset ومن ثم تأتي إلى هنا Show Lightroom Preset Folder أي إظهار مجلد البريسيت في اللايتروم تضغط عليه سوف تظهر نافذة جديدة والآن تقوم بنسخ المجلد إلى هذا المكان فقط عليك أن تأتي إلى هنا تقوم بعمل Copy أو نسخ وثم تقوم بإلساق المجلد في داخل هذا المجلد وهو مجلد Adobe هذا هو كل الأمر تقوم بتنزيل الملف المضغوط تقوم بتفكيك الملف المضغوط في داخل الملف يوجد مجلد تأتي إلى Lightroom Preferences Show Lightroom Preset Folder إظهار ملف البريسيت في اللايتروم ومن ثم تنسخ المجلد الذي قمنا بتنزيله إلى داخل مجلد البريسيت وهو مجلد Adobe بعد ذلك تقوم بإقفال اللايتروم وفتح اللايتروم من جديد أعتقد أن الشرح كان جدا مبسط بعد ذلك تقوم بتصوير بفاصل زمني طبعا لأي فكرة غيوم غروب وشروق منظر للانسكيب أو منظر للمدينة للسيارات في المدينة طبعا هذا الأمر يتعلق بك وأيضا الأمر مفتوح للإبداع بعد ما قم بتصوير الصور تقوم بجلب الصور إلى Lightroom تلاحظ عنده هنا يجد عندي 150 صورة لنفس المشهد أتأمل أن تلاحظوا الفرق بين كل صورة والصورة تلاحظوا تحرك الغيوم فعملين قمت بتصوير بفارق زمني وهو ثانية بين كل صورة وصورة صورت 150 صورة طبعا هذا مثال سريع ليس أفضل مثال ولكن فقط للإضاح أول خطوة سوف أقوم بتعديل ملف واحد وبعد ذلك سوف أقوم بنسخ تعديل واحد لكل الصور دفعة واحدة بعدها نقوم بذلك سوف أخذ الصورة الأولى طبعا سوف أذهب إلى قسم Develop أولا سوف أقوم بعملية قص للصورة وسوف أختار علاقة 16 إلى 9 وهي نفس النسبة لفيديوهات Full HD أو HD سوف أغدى طبعا التعديل هو أمر يعتمد على الموضوع وأيضا قضية ذوق شخصي فسوف أقوم بزيادة Highlights سوف أقوم بزيادة Clarity وضوح الصورة سوف أحاول أن أخفف الظل في الصورة سوف أقوم بزيادة لون الأزرق في الصورة سوف أقوم بعمل تدريج للغيوم لإظهار الغيوم بشكل أفضل ممكن أن أقلل الإضاءة في الغيوم بهذا الشكل أيضا سوف أضيد Clarity في الغيوم فعمليا أعتقد أن التعديل هكذا هو مناسب الآن سوف أقوم بنسخ هذا التعديل لجميع الصور ولعمل ذلك سوف أختار جميع الصور وذلك بالضغط على Ctrl-A في الويندوز أو في الماك Command-A فكما تلاحظوا اختار جميع الصور سوف أذهب إلى قسم Library أو المكتبة وهنا سوف أذهب إلى Sync Settings وهنا سوف أختار جميع الإمكانيات وذلك عبر الضغط على Check All أي أريد أن أقوم بعمل Sync أو نسخ جميع الإعدادات الموجودة هنا لكل الصور وبعد ذلك سوف أضغط على Synchronize فتلاحظوا أنني قمت بعملية نسخ التعديل لجميع الصور الآن بعد ما قمت بعملية التعديل ونسخ التعديل لجميع الصور سوف أقوم بتحويل هذه الصور إلى ملف فيديو وذلك عبر الذهاب إلى Slide Show أو قسم Slide Show في الأعلى وفي هذه الناحية تحت Template Browser تحت قسم User Template سوف تلاحظوا Timelapse مع بعض الأرقام وبعض الإمكانيات الأرقام تدل على عدد الإطارات في كل الثانية فعملية عندي 23.79 إلى 30 إطار في الثانية فعملية الفيديو هو عبارة عن صور تتكرر بشكل سريع في كل الثانية اليوم في الإنترونيت مثلاً الفيديوهات هي 30 ممكن تجد 60 إطار في الثانية مثلاً في التصوير السينمائي بعد إلى حد معين بيستعمله 24 إطار في الثانية سوف أختار 23.79 أو 24 مثلاً فعملياً كل 24 صورة سوف تشكل ثانية وبما أنه عندي تقريباً 150 صورة فعملياً طول الفيديو رح يكون 4 إلى 5 ثواني بشكل عملي عندما تصور Timelapse مفضل أن تصور ألف أو ألفين صورة لتحصل على مدة طويلة فعملياً سوف أختار 24 إطار في الثانية ومن ثم سوف أأتي إلى هنا Export Video أو عملية تصدير كملف فيديو وسوف أقوم بإعطاء اسم لهذا الفيديو دعاً نقول نسميه Test وبعد ذلك سوف أقوم بعمل Export أو تصدير عملية التصدير سوف تأخذ بعض الوقت فبعد انتهاء التصدير سوف أكمل الفيديو فبعد انتهاء عملية تصدير الملف إلى الفيديو إليكم الفيديو النهائي طبعاً حاولت أنه أبسط الأمور قد الإمكان بعض النصائح عندما تقوم بتصوير Timelapse مفضل أن تصور بوضع يدوي أيضاً حسب توقعاتي سوف أرفع للفيديو قبل بدء شهر رمضان المبارك فبهذه المناسبة أتمنى للجميع رمضان كريم كل عام وأنتم بخير وأتأمل أن يكون شهر مبارك خير وسلام على جميع الأمة العربية في النهاية إذا في أي شخص عنده سؤال بتعلق في هذا الموضوع أو أي موضوع يتعلق في التصوير ممكن يرسلني على موقعي وهو abomilad.com سوف يظهر الرابط على الشاشة تحت قسم أسئلة وأجوبة دائماً أجيب في إقل من 24 ساعة أيضاً ممكن تتركوا أسئلة أسفل هذا الفيديو أو أي فيديو في قناتي في اليوتيوب كما أدعو الجميع لمشاركة هذا الفيديو وقناتي مع الآخرين مرة أخرى كل عام وأنتم بخير رمضان كريم إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة